المحاضرة دي نتكلم فيها على الديشتر الاني كونفيرترز والكمبيرترز الموجودين عندنا في الـ CAT51F020 اللي هي الديفايس اللي هي الديفايس اللي احنا نتكلم عليها في الكورس دوت هنبدأ المحاضرة بنحنا نتكلم على الديشتر الاني كونفيرتر نتكلم هو عبارة عن ايه بالزبط ويشتغل ازاي هنتكلم عن انواع بتاع الديشتر الاني كونفيرترز بتقريبا انكلم على الـ الديشتر الاني كونفيرترز الموجود عندنا في الديفايس بتاعتنا هنكلم على الـ Output Scheduling بتاعها على الـ Output Scaling على الـ Programming بتاع الديشتر الاني كونفيرترز بعد كرة الاثنين اللي الكلام على الـ Comparators الاني الوكومبيرترز هنكلم على الـ Function Block Diagram بتاعها على الـ Histories Plot بتاعها على الـ Comparator Output بنتقدر نتحكم فيه زي. الـ Digital Alive Converter هو باسيكلي دي بتاخد digital value as input وبيتproduce an analog signal دي ممكن تكون voltage or current as its output. بيبقى عندنا الكاركترستيك بتاعنا بتبقى defined بكيرف زي كده linear كيرف بالشكل ده كده بيبقى في عندنا digital input كبينري كود هنا موجود في ال x-axis وفي ال y-axis اللي هي ال output بتاعه بيبقى مرة عن analog value ممكن تكون voltage or current. ال full scale ده بيتحدد بشوية حاجات لها علاقة ب analog inputs بالنسبة لل analog supplies given لل digital current converter وال range بتاعي ده بيتحدد بال number of bits اللي هي N اللي هي بتاعت digital current converter علاقة زي ما احنا شايفين كده علاقة خطية بحيس ان لو انا كان عندي digital input بتاعي 0 يبقى output 0 لو ال input بتاعي FFF مثلا باكلم ان هي 16 bit مثلا يعني او لو هي 8 bit بFF يبقى معنى كانت تطلع لي full scale هنا في ال analog output فالحقيقة في نوعين رئيسيين جدا من نسبة digital analog converter voltage digital analog converter و current digital analog converter ال voltage digital analog converter بيبقى a voltage level proportional to the digital input بيستعمل reference بتاعه بيستعمل voltage يعني بقى في عندي voltage reference بيبقى input ليه وهو ده اللي بيحدد الفول scale بتاعه بيسوي كامل ال voltage بيبقى held steady at the output و current may vary يعني ممكن اعتبر ان ال output بتاعه حاجة زي voltage source ال voltage بتاعه اللي هو output بتاعه هو المقابل لل digital input وال current ممكن يفاري بقى حسب انا بحط current او بحط ال voltage ده على device شكلها عامل ازاي وممكن تصحب منه current عامل ازاي بالنسبة ال current digital analog converters بيبقى produce current proportional لل digital input يعني بقى produce current مش voltage proportional لل digital input هنا بقى بستعمل current reference مش بستعمل voltage reference يعني في عندي current source هو ده اللي بيبقى reference بالنسبة لي و ال current الحقيقى بيفضل steady at the output ال current اللي بعمل له يعني production و proportion of additional input بيفضل ثابت وال voltage may vary بقى according to ال input impedance بتاعه 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 ال device اللي انا بعمل مع interface فباسيكلي ممكن يبقى ده منه نوعين حاجة بنسميها current sourcing او current sinking يعني ال current ده ممكن يبقى positive بيطلع من ال device يروح لي ال external device من ال mic controller يعني ال external device او ممكن يبقى current sinking معناها هو بيبقى negative current بيبقى جاي من ال device اللي برا بيسنك في ال mic controller نفس ال digital time converters بقى اللي موجودة عندنا كperipherals في ال C851F020 بيبقى بقى 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 2 12 bit voltage digital time converters بنسميهم DAC0 DAC1 ال two DACs دول بيبقى function identical و each is configured via our respective control registers DAC0CN و DAC1CN اللي هو DAC control register بتاع DAC0 وبتاع DAC1 فطبعا ناخد بالنا هنا احنا بنتكلم على voltage DAC ما بنتكلمش على current DAC وبنتكلم ان هما الاثنين two devices identical بالنسبة ل number of bits يعني 12 bit هما الاثنين وبنتكلم على ان يعني ممكن احنا نعملهم programming بطريقة independent يعني رغم ان هما identical انما مش شرط ان هما يشتغلوا بنفس الشكل يعني زي ما انا مثلا باشتري digital time converters ك discrete component ك IC مثلا ممكن اشتريها ممكن اشتري اثنين digital time converters عشان ما اتطرش احط components برا فدي بتساعدني ان انا لو عايز يطلع analog output ممكن استغلد on chip digital time converters دي عشان اعمل functionality دي ومن غير ما اعمل interfacing مع digital time converters من الخارج فباسيكلي لو احنا بنتكلم على range بتاعنا يعني في شكل ده كده احنا عندنا input بتاعنا زي ما احنا شايفين هو 12 bit معنا كده نقدر نعمله representation في 3 ارقام hexadecimal طبعا كل واحد من الارقام hexadecimal بياخد اربع اماكن binary فباسيكلي لو 12 bit يبقى معنا كده عندي 3 من دول موجودين فrange بتاعي من 0 0 0 لغاية FFF وطبعا output swing بتاعي بيبقى من 0 volt لغاية V reference V reference دي هنشوف هي اجبها منين دي ممكن يبقى فيها عندنا زي ما كنا قلنا في الاول خالص بيبقى فيها عندنا on chip voltage reference او ممكن ان انا اتولكcioara البرقى بالدشترل الان الكرتر دي باكسترنال voltage reference لاوانا عاوز ده البلوق دهجرام بتاع الديشترو الان ال Tel�� طبعا احنا تعودنا زى ما شبنا في تايمير كده بيبقى عندنا بلوق دهجرام ومنه بنستنتج الoperation عالي ازاي وببستنتج البروجرام اعمل ازاي فباسيكلي عندنا الي فوق دوت ده갔ать zero والة تحت ده دقت one فهنشوف انهم الاثنين فعلا شاكلهم identical لبعض. وهنشوف ان احنا فعلا كل واحد فيه ما عنده كنترول رجيسر بيكنترول كل الوباريشن اللي بتحصل في كل واحد فيه. فبداياتا ممكن نبص مسلا على الجزء اللي هنا دوت. من الواضح ان فيه عندنا هنا امبوت رجيسر هي دي اللي بنحط فيها الفاليو اللي بعد كده تبقى كونفرتد لانالوج فاليو. من الواضح ان الانالوج فاليو بتطلع دي بيبقى فيه حاجة زي بوفر كده موجود في الاوبوت عشان يطلعها لي على اكسترنال بين اسمها داك زيرو او داك وان. ومن الواض جزي يطلع همبردون فيه عندنا هنا اه يعني بتاع الاوب ام دوت الهاو Pew Imp دوت او Uput감 دوت او Uput Buffer بيبقى كنترول بيه حاجة واحدة من البنز اللي أو البيتس اللي موجود عندنا في ال بتاع داك زيرو بيكتب تاع داك زيرو celui هو داك زيرو اينيبل فباسيك سواري انا خليت داك فباسيك clay بمعنى كان الاوبوت اللي هنا ده هيخش في البوفر ده ويطلعلي بعد كده كفولتج اكده زي بزبط ان اخدنا في الجزء بتاع الاوب ام في الكورس بالباسيك ان احنا عندنا الاوبوت رزيستنس بتاعة الاوب ام دي بتبقى almost zero ففعليا ممكن انا اتخيل ان الحاجة اللي طلعها هنا اكدناها ideal ففعليا الحاجة اللي هنا دي بتبقى فعلا بتعبارلي عن القيمة اللي انا انا حطيتها هنا في داك ريجيستر هي بتاعة الاوبوت بالنسبة لل داك زيرو هنا طبعا بيبقى بالنسبالي في عندي كزا حاجة ممكن انا احددها طبعا بيبقى هنا طبعا يعني الحاجة اللي بتبقى موجودة هنا بتتحول على طول بتبقى هي الموجودة هنا ممكن طبعا انا يعني اختار منها يعني في عندي كزا سورس يقول لي ان الحاجات اللي هنا دي الحاجات اللي موجودة هنا دي هتتنقل امتى للاتش دي بحيس انها تبقى ايموت على طول على الايه? على الجزء بتاع ال 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 كونفيرتر وتقدر تطلق الاوبوت او ممكن ان انا اعملها بطريقة مانيول بحيس ان انا لما اكتب فاليو في ال 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 دي هي تتحول بعد كده على طول ال الانالوج فاليو. يعني انلاقي برضو نفس الحاجة هي هي موجودة عندنا في داك وان مفيش اي اختلاف مع ان احنا بس بنستعمل ال 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 اخدهم بيتحكم لي فيهم الجزء بتاع ديشتر ملتبلاكسر ده. ده بياخد اتناشر بيت او توفل ستاشر دول. وبتحكم في الوباريشن بتاع عن طريق تلاتة بيتس دول. الجزء بتاع الوباريشن بتاعي اللي هو يعني ام تا الكونفيرجن بيحصل بيجي من كزا سورس يا اما بان انا اكتب القيمة بتاع الدك زيرو اتش دي. لو كتب دك زيرو قال له بعد كده دك زيرو اتش. الدك زيرو اتش ده في الوباريشن يعني في الجزء دوت ان انا بقدر اعتبر ان هو ده انديكيشن انا اعيز اعمل الكونفيرجن دلوقتي. او ممكن اعملها بتايمير 2 اوفرفلو او تايمير 3 اوفرفلو او تايمير 4 اوفرفلو. فيه طبعا داخلي على الدك زيرو بيبقى فيه ريفرانس فولتج. هنشوف الريفرانس فولتج ده بييجي منين. وطبعا الدك انابل ببقى برضو بينابل الجزء بتاع الديشتران كونفيرتر الداخلي ده بحيس لو انا عامل ديس ايبلي بمعنى كده ده مش هاشتهل اصلا. نفس الكلام اللي كلمناه على الجزء بتاع دك زيرو وهو نفسه بينطبق تماما على دك وان. الاوبوت سكاديولينج حقيقة هو زي الاوبوت بيطلع من الديشتران كونفيرتر. يعني امتى هو بيبتدي يعمل كونفيرجن ويطلع لي انالوج فولتج مقابل للانبوت اللي انا هطلطله على الدك زيرو ال ودك زيرو اedaش.פع louder.في سبيلاً عندنا اربعا مودود سكاديولينج ممكن تبقى الإؤبوت Along Demand يعني معنى كده لو انا كتبت foundation that I Н G Ity byte of Zero X يعني 0L او 0 اتش. لو كتبت diction فىJA 개인 بيضلع بيضلع دك زيرو اتش اوكي من وا يمكن نتبذر عطوط ما انا عايز اعمل كونفيرجن يمكن هذه هي ودك 0L. ولما اكتب دك 0H هوا يعمل الـconversion للـ value الموجودة حاليا عنده في دك 0L ودك 0H. ممكن يحصل عن طريق timer 2 overflow. ممكن يحصل عن طريق timer 3 overflow. ممكن يحصل عن طريق timer 4 overflow. فباسيكلي الـ default mode بتاعه انه هو بيشتغل بالـ output on demand. يعني معنى كدا ان انا في الحالة دي بكتب دك 0L. وانس ان انا كتبت دك 0H هو بياخد الـ value الموجودة عندي في الـ two registers دول ويحول هالي على طول الـ analog value من خلال الـ DAC بتاعك. طبعا بشرط طبعا انا نكون عامل enabling للـ digital and converter اللي هي الـ pin اللي كانت بتكنترول الـ DAC وتكنترول الـ output buffer علشان لو كانت disable يبقى معنى كده هو مش يعمل اي conversion خاص. فباسيكلي في المود اللي هو بتاع الـ output on 0L او DAC 1L are held and have no effect on the output until DAC 0H او DAC 1H is written to. يعني بمعنى انا بكتب دلوقتي الجزء اللي هو الـ lower byte بتاع الـ 12 bits. وبعد كده بكتب الـ higher byte. فباسيكلي ده لو كتبت واستنيت عليه دقيقة مش يحصل حاجة. لازم يعني يبتدي الـ conversion لما ده يتكتب. فوانسين ده كتب هو بيبتدي ديركتلي يبتدي يحول الـ value موجودة دي للـ analog value زي ما مفوض يعني. طبعا بنتكلم على 12 bits. فبتكلم على ان احنا عندنا لازم نكتبها عن طريق نحنا نكتب 2 bytes. لان احنا مقدرش نكتب 4 bits بس. فباسيكلي لازم نكتب DAC 0L او DAC 1L followed by DAC 0H او DAC 1H. في بقى الجزء بتاع الـ output scaling اللي احنا شفناه في الـ block diagram اللي كان بيسيلكت 12 bits out of 16 في الـ digital multiplexer. ففي عندي كزا option ممكن انا عم بيوم الكلام ده. ممكن انا اخد من 0 لغاية 11 او من 1 لغاية 12 او من 2 لغاية 13 او من 3 لغاية 14 او من 4 لغاية 15. فباسيكلي في كل حالة من الحالات دي انا بناء 12 bits out of 16 bits اللي انا بكتبهم في DAC 0L و DAC 0H او DAC 1L و DAC 1H. فباسيكلي كنترول بتاعهم بيبقى موجود في الـ bits دي. حسب بنا بحط هنا 00 يبقى باخد اول 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 اتناشر. لو باخد الرقم هنا واحد اكس اكس يعني واحد اي حاجة. واحد زيرو او واحد زيرو واحد او واحد واحد واحد. في الاخر وبياخدهم اللي هم اخر 12 bits موجودين عندي في 16 bits دول. طبعا دي ممكن حسب بتاعي يبقى الـ data naturally جاية لي اكبر شوية من 12 bits. فمعنى كده ان انا بحتاج ان انا اخد الموض سجنفكة 12 bits اللي موجودين عندي في الـ data اللي جاية لي. فممكن احتاج ان انا استعمل واحدة من الموض دي. لو انا اللي بجنريت الـ data بنفسي وهي الـ data انا متأكد انا اتناشر بيت. يبقى بالتأكيد استعمل الـ default mode بتاعي ان انا باخد اول اتناشر بيت. ده الـ default mode. لو انا ما غيرتش اي حاجة هو طبعا بيستعمل اول 12 bit من ايه من الـ two registers اللي هما DAC0L و DAC0H. عشان ننبقى الـ digital-to-line converter محتاجين اول حاجة نكونفجر الـ voltage reference هنكلم عليه بعد شوية صغيرين. بعد كان نستل الـ appropriate output scheduling mode او data word format اللي هي الجزء اللي كنا ما نكلم عليه من شوية اللي هو scaling. وننطرن on DAC0 او DAC1 عن طريق طبعا الـ bit number 7 اللي هي الـ enable. DAC0 enable او DAC1 enable في الـ register بتاعه. فباسيكلي لما بنعمل كده احنا هنا بنختار output scheduling اذا كان on-demand اللي هو default او timer 2 overflow, timer 3 overflow, timer 4 overflow. والـ data word دي هنا هناخد اول 12 ولا تاني 12 ولا ايه بالزبط بالنسبة للجزء بتاع الـ scaling. هنا بعد ما اعمل الجزء دوت هو بعد دلوقتي الـ digital converter is ready to start working. فببتدي بقى load الـ data word registers with the desire 12 bit digital value. according طبعا للشكل بتاعي اللي هو الفورمات اللي انا استقريت عليها. الـ scaling بتاعي هحط 12 بيت دول في 16 بيت. وطبعا لو انا كنت اواخد الـ default بتاعي اللي هو الـ on-demand conversion. بحط بقى الاول digital DAC0L مثلا وبعد كده DAC0H عشان هو بيعمل conversion upon الكتابة بتاعت الايه بتاعت DAC0H. فلو انا مش مختار واحدة من مود التانية بتاعت الـ timer. يبقى معنا كده مش فارقة معي كتب انا واحدة في دول الاول. طبعا لو انا اخترت ان انا في الـ output scheduling بتاعي ان انا اشتغل بـ timer overflow. يبقى معنا كده لازم أستـup and run the appropriate timers. يعني هو مش هيشتغل لو هو مش on-demand يبقى معنا كده مش هيشتغل غير لما الـ appropriate timers دي تبتدي تشتغل. ويحصل منها overflow علشان هو يبتدي يعمل الـ conversion. الـ control register بتاع DAC0 زي ما احنا كنا شفناه في الـ block diagram عندي هنا الـ enable هي الـ enable bit. ليه كنت بتـ enable الـ DAC نوع يشتغل وتـ enable output buffer نوع يشتغل. لو هي بـ 0 يبقى disabled لو هي بـ 1 يبقى enabled. فيه طبعا اللي تحت خالص هو data format bits. هي اللي بتقول لنا اذا كنت هياخد اول 12 ولا تاني 12 وهكذا اللي احنا شفناهم في الجزء بتاع الـ scaling. الـ bits دي ليه DAC0MD1 يعني 0-get1. لو حطيتهم 00 يبقى معنا كده انا بتكلم ان انا هيبقى عندي output on-demand يعني once ان انا بكتب لـ DAC0H هو هيعمل conversion. لو حطيتها 0-1 يبقى الـ output هيطلع لما يحصل timer 3 overflow. لو 1-0 الـ output هيطلع لما يحصل timer 4 overflow. لو واحد واحد يبقى الـ DAC0H هيشتغل لما timer 2 overflow يحصل. نفس الكلام هو هو ممكن يطبقوا على DAC1. الـ control register بتاعه. عندي DAC1 enable. عندي هنا بـ select برضو المود بتاعي output scheduling بتاعي عبارة عن ايه. وبـ select برضو من هنا data format عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين كده two registers دول ملهمش اي علاقة ببعض خالص. فباسيكلي ممكن الـ program واحدة من الـ additional converters على حاجة مختلفة تماما على التاني. يعني ممكن اخلي واحد فيهم بيشتغل on demand والتاني بيشتغل timer 2 overflow. او ممكن اخلي واحد timer 3 overflow والتاني timer 4 overflow. فمدلا لازم ناخد في اعتبارنا ان احنا الـ two timers فعلا او two digital converters are completely independent. فممكن اشغالهم بطريقة مختلفة خالص عن بعضهم. ما فيش اي حاجة يعني يعني تبقى محتاجة ان احنا نخليهم بشكل ما ليهم علاقة ببعض. الجزء اللي احنا ما كلمناش عليه في الـ digital converter لسه هو الجزء بتاع voltage reference. وطبعا هو connection اللي موجودة عندنا زي ما احنا شايفين كده بالنسبة للـ digital converter زي داك zero وداك one. basically reference voltage بالنسبة للاتنين بيبقى واحد. ويبقى جاي من external pin بسميها V ref D. اوكي. فV ref D دي هي اللي بتحدد لي الـ voltage هنا بيكون كام بالظبط. طبعا ممكن يبقى فيها عندنا هنا external voltage جاينا من circuit خارجية ممكن يحدد لنا الـ voltage دا بيساوي كام. وعادتها بنحط external voltage reference circuit حاجة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دا كده. عبارة عن zener diode معا resistance in series. طبعا هارفين zener diode دا بيبقى له breakdown voltage محدد. وعند breakdown voltage دا بيبقى excellent voltage source. بيبقى very stable. فممكن انا انا اناقي zener diode هنا بحيس الـ voltage بلعب بيبقى مناسب بالنسبة لي واعمل circuit بسيطة زي كده. وهو صلب هنا. بس ممكن حقيقة فيه طريقة تانية ان انا ممكن استعمل في عندي زي ما كنت قلت قبل كده في system overview. في عندي internal voltage reference موجودة عندنا. معمول بـ 1.2 volt band gap يعني device. فباسيكلي ممكن حسب انا كنت اعاوز ان انا يعني استعمله وانا مستعملهش ممكن بقى ان انا استعمله. ممكن اعمله enabling. والـ enabling دوت في الاخر هو طبعا بيقى 1.2 فولت وبعد كده بيبقى multiplied بـ 2 علشان يبقى في الاخر يبقى 2.4 وممكن ده يبقى enabled ولا لا يعني ممكن يبقى هنا multiplication ده يبقى enabled ولا لا. وفي الاخر الـ output بتاعي بيطلعلي على V reference pin external V reference pin. ممكن ااخد انا دي بقى اوصلها بالـ pin دي على طول مباشرة بحيس ان انا يبقى external هما الاتنين دول connected ببعض short circuited مع بعض بحيس ان انا فعليا بابقى استعمل internal voltage reference ما بابقى استعملهش external voltage reference. طبعا يستحس ان او انا استعملت دوب بحط هنا capacitors بشكل ده كده علشان يقاللوي نويز اللي جايلي من الـ external influences يعني. ففي الحالة دي انا V voltage reference بتاعي جايلي من الـ pin دي. الـ pin دي واحدة من الـ options بتاعتها انها توصل بـ V reference اللي هي جايالي من الـ 1.2 volt band gap يعني voltage reference الموجودة عندي هنا. multiplied by 2. فباسيك ممكن يبقى 2.4 او ممكن انا احط بقى external circuit دي تجيب لي بقى voltage reference اللي انا عايزه. الـ special function register المستعمل مع الـ voltage reference بتاعنا هو الـ ref zero cn. ده زي ما احنا شفنا كده في عندنا يعني الـ ref BE اللي هو بيتحكم لي في الـ output buffer بتاعي اللي هو الـ X2 اللي احنا كنا شفناه دوت. basic لو هو zero معناها internal reference buffer is off. معنا كده ان الـ internal voltage ده ما بيوصلش على V ref اللي هي الخارجية اللي موجودة عندي على الـ chip نفسها من بره. لو هي واحد معناها internal reference buffer is on. والـ internal voltage reference is driven on the V ref beam. يعني لو انا عاوز اخد الـ internal reference ووصلوا بـ V ref D اللي انا موصلها بعد كده internally بالـ reference voltage بتاع الـ digital current converters. يبقى معنا كده لازم اخلي الـ ref PE دي بتتاوي واحد. في واحدة تانية برضو الحقيقة مهمة جدا. واحدة من بيتس التانية مهمة جدا. هي الـ bias E. دي الحقيقة لازم تكون واحد علشان الـ voltage بتاع الـ internal reference دوت. هو ده الـ bias voltage بتاع الـ A to D والـ D to A اللي موجودين على الـ mic controller. لو انا حاطت bias E ده بيساوي zero. معنى كده internal bias generator is off. فمعنى كده ان الـ analog digital converter و digital analog converters اللي موجودين على الـ mic controller بتاعي هيبقى اللي اتنين off. طبعا دي بنعملها بالشكل ده كده علشان لو في عندنا بعض الـ applications محتاجين ان احنا نوفر فيها power. او احنا مش محتاجين نستعمل الـ analog digital converter و digital analog converters فبايسيك لا بكونسورف الـ energy اللي هي consumed فيهم. يعني بشيل الـ bias voltage ما عليهم. لكن يبطفي الكهرباء من عليهم. يعني ما بيقاش في اي consumption للـ power فيهم في الوضع ده. انما لو انا شغال باي واحد من دول. اي واحد من دول. لازم اخلي الـ internal bias generator بتاعي يبقى on. علشان يبقى الـ bias voltage متاح للاتنين دول. لو انا خليت off يبقى معنى كده مهما عملت الـ preference دي هي already turned off. فمعنى كده الـ programming بتاعها في الحلقة دي مش هيبقى له اي قيمة خاصة. فلما اجي ابرمج الـ conversion converter لازم اهتم ان انا ابرمج الـ two pins دول. لو انا عايز اخد internal reference من يعني v reference عشان استعماله كreference للـ DAC بتاعي. يبقى معنى كده لازم اخلي دي بتساوي واحد. وفي كل الاحوال لازم اخلي دي بتساوي واحد عشان الـ DAC اصلا يشتغل. تبقى الكلام دلوقتي على another peripheral هو الـ analog comparator المقود عندنا على الـ device. basically هو simple analog device that compares two analog voltages. وبيجنرات an output of high or one or low zero based on which the inputs is greater, which of the inputs is greater than the other. يعني basically بيبقى عندي زي ما احنا شفنا في القوز بتاع basic electronics واحدة من السركس اللي شفناها في الـ op amp كانت comparator. هي لو انا عندي two signals. x1 و x2. لو x1 اكبر من x2 يطلع لي high. لو x1 اقل من x2 يطلع لي low. و high or low دي بتعتمد على قيمة supply بتاع comparator نفسه بتساوي كان. فباسيكلي ممكن احنا نتكلم على الـ device بقى اللي موجودة عندنا. الـ device موجودة عندنا فيها two voltage comparator which may be enabled or disabled individually. يعني عندي اثنين comparator ما لهمش علاقة ببعض وكل واحد بيشتغل completely independently يعني التاني. الـ inputs of each comparator are available at the package pins. يعني basically الـ inputs اللي هو الـ two inputs بتاع الاولاني والـ two inputs بتاع التاني موجودين كـ physical pins موجودين على الـ package بتاعتنا بتاع C851F020. الـ input range بتاع الـ package دي بتاع الـ comparator دي هي من من الـ minus 4V لغاية الـ analog voltage اللي هو الـ analog voltage supply plus .25V اللي هو الـ 4V كمان. يعني طبعا احنا بكلم على الـ supply بتاعنا بتاع الـ comparator هو الـ AV دوت اللي هو الـ analog voltage دوت. الـ analog voltage دوت اكشوالي يعني مفروض ان هو يكون maximum بتاع الـ output بس اكشوالي هو ممكن يستحمل في الـ input ربعة فولتة اقل لو ربعة فولتة اكتر من الـ supply بتاعه. الـ output بتاع each comparator is optionally available at the package pins via the crossbar. يعني انا ممكن اخد الـ output بتاعي اللي هو بتاع الـ comparator دوت اللي هو بيطلع ياما 0 ياما 1 logic. يعني ممكن يبقى يعني حسب بقى الـ supply بتاعي بيساوي كام. ممكن يبقى مثلا 0.3 أو 13V. ممكن مش بس ان انا اقدر اقراه في يعني كـ digital value من مثلا واحد من الـ SFR من مثلا بيت معينة موجودة في SFR معين. عشان ابقى عارف جول البرنامج بتاعي يطلع عاملة ازاي. لا ده انا ممكن اطلعها كـ output ممكن ان انا استفيد بيه في سوركت تانية بره. فدي حاجة الحقيقة في بعض الـ applications ان انا ممكن على طول مباشرة يبقى عندي الـ comparator ده بيعمل functionality خارج البرنامج بتاعي كله خالص. يعني انا ببرمجه واشغاله بعد كده بيستفيد بيه السوركت الـ outside الـ mic controller. والحقيقة كل واحد من الـ comparator اللي عندنا دي الـ output بتاعه زي ما احنا شفنا بقى في الـ input output bins. ممكن نخليها programmed to operate in open drain or push pull modes. طبعا احنا بنطلع الـ output بتاعنا مفروض ان يكون logic. فمعنا كده ممكن احنا نطلعه زي ما احنا شفنا في الـ open drain يا اما zero يا اما open circuit او open drain او push pull اللي هو بيبقى عندي ممكن اعمل driving the current او يعني بيبقى في عندي voltage level وممكن اعمل في menu driving the current في outside circuit. فطبعا انا ممكن حسب الـ application بتاعي ممكن اختار واحدة من دول زي ما انا عملت قبل كده في الجزء بتاع general purpose input output lecture. بيبقى في عندنا control registers. واحد للجزء بتاع اللي هو comparator zero. واحد الـ comparator one. يعني اللي هو cpt0cn ده بتاع comparator zero. وده cpt1cn ده بتاع comparator one. وكل واحد فيهم بيبقى فيه كل الـ يعني الـ controls اللي ممكن تخليني يعني اتحكم فيه control بتاع الـ operation بتاع الـ كل واحد من comparator zero. الـ two comparators بتوعنا زي ما احنا شايفين كده independent كلهم شايفة بعض. هنلاقي ان احنا basic عندنا ده الـ comparator O بتاعنا بياخد الـ input بتاعته from the outside. بيبقى فيه عندي هنا control على حاجة بسميها hysteresis في negative hysteresis و positive hysteresis بيتحكم فيهم two bits هنا في positive hysteresis و two bits هنا في negative hysteresis بيبقى فيه عندنا هنا enable برضو زي ما احنا شفنا قبل كده الـ enable ده بيتحكم في voltage بتاع الـ comparator دوت. لو الـ enable ده بزيرو يبقى معنا كده ده مش موجود خلص supply ده مش موجود فيبقى فيه عندي output هنا open circuit بيبقى فيه عندي هنا output بتاعي اللي هو بيطلع من الـ comparator دوت. بيبقى فيه مرحلة synchronization كده عشان يبقى synchronize مع الـ clock اللي طلعا لي في clock بتاعت اوصله ان هو يبقى general pin press input output pin او يعني واحدة من البنز الموجودة من P0 غايب P4 حسب الـ crossbar بتاعي فباسيك ده ممكن يعني استفيد بنه بقى ساعتها في outside circuit او ممكن ان انا اطلع بي interrupt يعني ممكن نفس الـ output الهنا ده اعمل بي generation للـ interrupt تاع comparator 0 نفس الكلام هو هنا برضو بيبقى عندي برضو هنا الجزء اللي هو بتاع الـ two bits دول بيتحكموا لي في الـ negative hysteresis الـ two bits دول بيتحكموا لي في بيبقى عندي هنا الـ output بتاعي بيطلع هنا في cp1 out الـ enable ده هو اللي بي enable الـ comparator اللي هو يشتغل الـ input بتاع الـ comparator ده two pins مختلفين عن الـ two pins دول موجودين externally على الـ shape نفسها من بره الـ output اللي بيطلع دوت ممكن يروح الـ crossbar برضو يبقى routed على واحدة من الـ general purpose input output pins بحيث ان انا بعد كده اقدر استفيد بها برضو الدايرة بره وفي نفس الوقت ممكن انا generate انترابت لو انا عملت الـ interrupt بتاع الـ comparator الـ hysteresis بقى اللي متكلم عليها شكلها بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده يعني دلوقتي الـ hysteresis فايدتها ان انا دلوقتي لو انا هنا طالع من voltage level قليل لغاية voltage level عالي مفروض لو انا مش عامل hysteresis هلاقي ان انا عند النقطة دي بالزبط اللي هو الجزء اللي هو فيه يعني الـ v plus بتساوي v minus عند النقطة دي مفروض يحصل change بس اكشولي لو انا كنت قريب من هنا يعني في عندي مثلا الـ level بتاعي قريب قوي من هنا وبيحصل فلاقي ان فيه هنا الـ output بتاعي بيحصل له جيتر كده بيحصل ان هو بيطلع وينزل بشكل يعني بيبقى يعني فعلا مش مش كويس يعني ما بيبقاش بالنسبة لي مفيد في الـ applications بتاعتي فدايما بنحب ان احنا و احنا طلعين من negative الـ positive نستنى شوية لما يطلع فترة اطول شوية الفترة الاطول شوية دي بيتحكم فيها بالـ اللي موجودة عندي في الـ اللي احنا شفناها وفي نفس الوقت برضو لو احنا نازلين من high voltage ونازلين negative voltage بيبقى عندي برضو negative stresses كده مش بنزل هنا على طول يعني مش الـ level بتاعي بينزل هنا على طول لا ده بستنى شوية غاية لما انزل الـ level اقل شوية من الـ negative value وبعد كده بقلب الـ current بتاعي بقلب الـ output بتاعي يبقى زيره فهنا انا مش بطلع على طول هنا ابقى واحد عند النقطة دي لا ده انا بستنى هنا كده واطلع كده وبعد كده انا نازل بنزل كده بحيث ان انا دلوقتي بنزل يعني بطلع من 0-1 عند النقطة دي وبنزل من 1-0 عند النقطة دي بحيث ان انا لو فيها عندي نويز بتحكم انا بقى في الـ بحيث لو فيها عندي نويز حسب قيمة النويز اللي هنا بحاول ان انا شيل النويز اللي هي بتعمللي يعني variations جاية من النويز في النقطة اللي حوالين الـ reference point دي وبالتالي بخلي الـ output بتاعي يبقى شكله وعادة بدا بيبقى معي جميل جدا في الـ application بتاعتي ان الـ output بيطلع شكله احسن بكتير وما بيبقاش في مشاكل جاية من انا مثلا لو بعدي حاجة مثلا والحاجة دي بيبقى عندي ويف فورم زي كده ساعات لما يكون فيه نويز ممكن ان هي تخليلي مثلا عدة حاجات ما هياش موجودة يعني لو فرضنا مثلا ويف فورم دي بتاعي تواحد بيعدي مثلا من سنسور معين من قدام سنسور معين فباسيكلي لو انا كنت واخد السنسور مباشرة وحاطت بتاعي 0 يبقى معنى كده بغير يعني يبقى معنى كده بتكلم ان هو ممكن النويز اللي قادد عليه من خلال ممكن تخليه مش يطلع مرة واحدة بس وخلاص كده وينزل مرة واحدة لا ده ممكن يطلع كذا مرة وبعد كده هو نازل ينزل كذا مرة يعني بحيث ان هو في الاخر يخليني اعاد حاجات ما هياش مظبوطة فدائما حقيقا الهيستريس ريكماندد في كل الكمبارتورز ولو احنا فاكين جزء بتاع الوب امب في البيسيك اليكترونيكس كنا شوفنا برضو ان احنا دائما بنحب ان يبقى فيه هيستريسيس لانها فعلا اثباتت يعني ريليابيريتي وبتخلي السيركت بتاعتي بتبقى مر روباست اللي هي موجودة عادة في كل الابليكيشنز احنا بنشوفها في البيوماتيكال انجينير فالهيستريسيس is useful to eliminate repetitive on off output transitions which can happen when both the input values of the comparator are close to each other لهم الاثنين قريبين من بعض وفيه شوية نويز ممكن الاثنين يطلعوا وينزلوا relative لبعض ممكن يعملوا ليه حاجة زي output يعني من الكمبارتور كده ممكن الاثبوت ده يطلعوا وينزل بسرعة قوي والكلام ده ما بيبقاش realistic ما بيبقاش متوقع انه يبقى في الحاجات اللي هي الابليكيشنز الطبيعيه لحنا بسامة فيها comparator فباسيك الي زي ما قولنا الهيستريسي بتاع each of the comparators a software programmable عندنا بيتس من 0 غاية 3 فيه اتنين منهم بيحددولي negative stresses عاملة ازاي واتنين تانين بيحددولي positive stresses عاملة ازاي فطبعا ده amount of stresses نفسها او انا بستنى مثلا فوق positive voltage او فوق ال reference voltage او تحته اد ايه في positive negative هو ده اللي بيتحدد بالبيتس اللي احنا نتكلم عليها هنا دي طبعا دي بتتحدد على اساس noise level ودي عادتها بتبقى عايزة شوية تجارب من ال programmer عشان يحدد ال level ده بشكل مظبوط بحيث ان circuit بتاعته تبقى شغالة بشكل robust في noise اللي هو متوقع تبقى موجودة في circuit بتاعته ال output بتاع ال comparator بتاعنا ممكن نقرأه بطريقتين او ممكن نعرفه بطريقتين ان احنا عمله pulling بال softwire يعني نقرأ ال bit اللي احنا كنا شفنا انه بيتحط فيها output بتاع ال comparator او ممكن نخلي ال bit دي تبقى interrupt source احنا شفنا ان احنا cp0 out او cp1 out في حالة comparator 1 دي بيبقى فيها output بتاع ال comparator فممكن في اي وقت الحقيقة نقدر نقرأ output state بتاع ال comparator بان احنا نقرأ ال bit دي بتسوي كاما في الحقيقة برضو comparator interrupts can be generated on rising edge or falling edge بيبقى فيها عندنا 2 flags موجودين عندنا في control register برضو اللي هي cp0 fif او cp0 rif cp0 fif دي تبقى set يعني تبقى بواحد لما يكون comparator يعني حصل له falling edge interrupts يعني حصل ان هو كان واحد وبقى 0 ال output بتاعه كان واحد وبقى 0 في rising edge بنكلم على ان هو كان بقى 1 فالفلاك دا بيبقى set لما يكون falling edge والفلاك دا بيبقى set لما يكون rising edge ممكن يعني واحد من ال flags دي اول لما تبقى set بيفضلوا set زي ما هما لغاية لما الصوفتوير يشيلهم فانا ممكن اجنريت بهم interrupts بس في نفس الوقت الحقيقة لازم اميك شور ان انا اكلير ال bits دي بعد ما اكون خلاص عرفت المعلومة ان هو ده falling edge او rising edge لان otherwise هيفضلوا زي ما هما set طول البرنامج بعد كده مش هتغيروا فدي لازم البرنامج واحدة من الحاجات اللي ال hardware مش بيكلير الفلاك لازم الصوفتوير هو لكلير الفلاك زي ما احنا كنا بنكلم في جزء بتاع ال interrupts دي واحدة من الحاجات اللي احنا بنميك شور في ال interrupt service routine لو احنا عملنا بجنريشن بال interrupt بحاجة زي كده لازم اكلير البت دي او كلير البت دي عشان اميك شور لما ارجع ما دخلنيش تاني في interrupt service routine نتيجة لانها مش كلير ال comparators بقى ليها عدد من ال interrupt زي ما احنا شفنا كده ممكن يبقى فيها عندنا comparator zero falling edge او comparator zero rising edge او comparator one falling edge او comparator one rising edge فباسيكلي احنا مش بس عندنا ان ال output تتغير لا ده احنا لازم نبقى عارفين كمان او فيها عندنا يعني interrupt مختلف لو تغير falling edge او تغير rising edge فباسيكلي ممكن ان انا ااخد دول واستعملهم بقى حسب ال application بتاعي بحيس ان انا في الاخر اقدر ان انا اتعرف على السورس العمل اللي interrupt دوت نوع ايه واقدر ان انا استعمله بطريقة سليمة طبعا بيبقى عندي برضو كل واحد من دول بيبقى له priority بيبقى له ال interrupt pending flag اللي احنا كنا متكلم عليه دلوقتي حالا دوت وفي الاخر طبعا ممكن بيبقى له enable flag ممكن احنا هنعمله enabling لبيقى اللي اي اي Man او في كولومبي بقى different bits وبقى في cooperity control لو انا عايز ا야지 control برضو بتاع اتواحد فيه منها تبقى هاي أو خلي اها default اللي هو low priority في الاخر طبعا ممكن نستفيد من دول ان احنا ممكن مثلا نكون مستنين embracing edge او ممكن nسانين fall edge حسب اللي احنا مستنينه ونشغله بعد كدا لا طبعا نعمل против service routine بحيس ان هو يهندل الـ event اللي هو عمله generation الحقيقة تكلمنا في المحاضرة دي على الـ digital turn converters وتكلمنا على الـ Android comparators الحاكتين حقيقة ليهم applications كتيرة جدا زي ما انا كنت قلت واحدة من الـ applications بسيطة جدا في الـ waveform generation او في ان انا استعمل الـ circuit دي عشان اعدي بيها بعض الحاجات بعض الـ events بتحصل برا عن طريق الـ comparator والحقيقة يعني ممكن احنا نبتين نتخيل بقى الـ mega devices اللي احنا بنشوفها نبتين نفكر فيها تتعمل ازاي in terms of الـ preference اللي احنا تكلمنا عليها so far في الـ 8051 هنستكمل الكلام المحاضرة اللي جاية على الـ analog digital converters لحنا نكمل بقى الجزء الـ analog يبقى complete بالنسبة للجزء دوت وبالـ analog preference اللي كلمنا عليها دي مع الـ digital preference اللي زي الـ timers وزي الـ interrupt structure اللي احنا تكلمنا عليه هي ممكن نبتين نفكر في مشاريعها ممكن تكون معقدة وممكن تكون فعلا يعني تسمح لنا احنا نقدر نعمل بعض الـ medical devices البسيطة بس تعمل معيك كنترولر دعوت شكرا شكرا